عيزة طامن هل من أشر بالفعل أو أشر الأشياء أو الأفعال أن أكون حافظ لآية ثم أنساها؟ هو في الحقيقة ورد وعيد في بعض الأحاديث الشريفة لمن حفظ القرآن ثم نسيه ولكن أولاً هذه الأحاديث اختلف في صحتها عند العلماء فبعض العلماء ذهب إلى تضعيفها ولكن على كل حال هب أن هذه الأحاديث صحيحة وهب أن الوعيد الذي فيها صحيح ولكن هذا المقصر إنما السيدة الكريمة أم عمر تقول إنها لا تقصر وإنها مستديمة على مراجعة ما حفظته في شبابها ومع ذلك هي بسبب المرض بسبب السن بسبب الأعراض الأخرى لا تستطيع أن تتذكر بشكل مردي فهي في الحقيقة فعلت ما عليها ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها حافظت يعني وتعرف أحكام التجويد ولكن لما بتجي تقرأ أو بتسمع ما بتقدرش تقرأ بأحكام التجويد هو التجويد نوعاً نوع واجب ونوع مستحب النوع الواجب هو الذي يكفل للإنسان قراءة القرآن دون تحريف يعني يقرأ القرآن كما هو ده القدر الواجب أما الغنن والمدود والقلقلة ونحو هذا من الأمور الأخرى التي هي مقررة في علم التجويد دي من الأمور التحسينية إذا أتى بها القارئ فقد أحسن وأجاد وهكذا أنزل القرآن وإذا لم يأتي بها فلا يعتبر يعني مذنباً ولا يعتبر أنه قد اقترف ذنباً من الذنوب ولكنه يعني ترك الأفضل والأكمل